ترجمة نانسي قنقر وقال أيضا وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها وقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال عز من قائل ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال أيضا علموا أولادكم الخير وأدبوهم وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع وأهم جماعاته الأولية تتكون الأسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم وتساهم في النشاط الاجتماعي في كل جوانبه المادية والروحية والعقائدية والاقتصادية وللأسرة حقوق مثل حق الصحة والتعلم والسكن الآمن كما للأسرة واجبات مثل نقل التراث واللغة عبر الأجيال والوظيفة فالأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع وأنها النقطة الأولى التي يبدأ منها التطور وأنها الوسط الطبيعي الذي ترارع فيه الفرد وهي تعتبر نظام أساسي وعام يعتمد على وجودها بقاء المجتمع فهي تمده بالأعضاء الجدد وتقوم بتأنشئتهم وإعدادهم للقيام بأذوارهم في النظم الأخرى للمجتمع وإقامة أسر جديدة فهي أكثر الجماعات أهمية وهي الجماعة الأولى التي تستقبل الطفل وتحافظ عليه خلال سنواته الأولى لتكوين شخصيته فتربية الأولاد هي صناعة الإنسان وهي من أكثر الصناعات صعوبة ربما تتجاوز الصناعة الإلكترونية وجميع أنواع الصناعات لأنها تصنع هذا الكائن الذي جعله الله خليفة في الأرض هو المسؤول عن هذه الأرض في عمارتها في بنائها ولذلك الحديث عن هذا الإنسان كيف ينشأ كيف يتربى كيف يتعلم كيف يفهم هو موضوع غاية في الأهمية وهو موضوع معقد لأن التربية غاية في الصعوبة لأن المؤثرات كثيرة كالأنترنت الشارع الأستقاء المدرسة التلفاز إلى غير ذلك من المشاكل فلقد أكدت دراسة أجرية أن للأسرة 70% من التربية لها دور 70% من التربية لكن الكثير يسأل لماذا لا نرى العكس لأن ضعف الآباء وتملصهم من المسؤولية تؤدي إلى انجراف الأبناء أكثر إلى باقي الملهيات لأن الأسر إذا قامت بدورها الحقيقي في التربية فهي تؤثر تأثيرا إيجابيا وإذا لم تؤثر تأثير إيجابي يؤدي ذلك إلى نفور للأبناء إلى أشياء سلبية ولكن الأصعب في هذا الزمان هو أنت تربي في البيت لكن المجتمع فاسد من مدرسة وأشارع وأصدقاء وإلى غير ذلك فلذلك يجب على الآباء المراقبة ثم المراقبة أين يمشي ولدك ومع من يمشي حتى لا تنفلت منك زمام الأمور ليس الأمر مقتصر على توفير الأكل والشرب واللباس ولكن أهم حاجة هي أن يهتم الإنسان بالجالب الفكري والديني حتى تترك ذلك الولد الصالح الذي يدعو لك إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث ومنهم ولد صالح يدعو له ويليث عنك الأخلاق الطيبة فيجري عليك الله ثوابا ما يفعله ولدك من عمل صالح والله سبحانه وتعالى يقول إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم والولد من آثار أبيه يكتب الله ما قدمت من عمل صالح ويفعله أولادك من بعدك لأنهم آثارك فالأولاد من بعدك يفعلون ما كنت تفعله أنت في الدنيا فالصورة التي عليها أبناؤك هي نتيجة تربيتك فكل مولود قلنا يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ومن ليس له آباء متوفين فالله يجعل له كل أقارب الأبي بمثابة آبائه فتستمر التربية بمن أوجب الله عليهم رعايته وتربيته ومن ليس له من يرعاه على المجتمع أن يربيه كذلك فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل السجود فسألوه لماذا أطلت السجود على غير عادتك قال ارتحلني ابني فكرهت أن أفسد نشاطها رسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه كيفية التعامل مع الأولاد كذلك ويدخل الحسن فينزل من الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمل الحسن بين يديه ويقبله ويذهب على المنبر فيقول هذا ابني سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يربي الصبيان مرة دخل عليه الأقرع فوجده صلى الله عليه وسلم يقبل أبنائه فقال له أراك تقبل أبنائك فقال ألا تقبلهم أنت فقال لي عشرة ولا أقبلهم عندما أدخل يهربون شوف لأن الغلضة والجفاء يجعل الأولاد ينفرون منهم قال عندما أدخل يهربون فقال ماذا أصنع لك إن زع الله من قلبك الرحمة فكان صلى الله عليه وسلم يقول للأطفال تسابقوا فالسابقوا يلقي بجسمه في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسارعون ليحظوا بشرف حضنه صلى الله عليه وسلم فكيفية تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة إن أهم ما يميز المنهج الإسلامي في تربية الأبناء أنه منهج يأخذ الأحكام والمبادئ من شرع الله سبحانه وتعالى وهذا ما يجعلهم مختلفا عن أي منهج تربوي آخر فأي منهج غير رباني لابد أن يحتوي على ثغرات ناتج عن الأسس التي وضعها الإنسان والتي لا يمتلك النظر الشمولي التي تحيط باحتياجات الأبناء كما أراد الله سبحانه وتعالى فمن أهم أسس التربية في الإسلام ما يأتي؟ أولاً فلقد اعتنى الإسلام بالولد قبل الولادة أولاً حسن اختيار الزوجة الصالحة التي ستصبح أماً للأبناء كي تربيهم تربية سليمة وصالحة ثانياً أن تسميهم أسماء جميلة مناسبة وغير مثيرة للاستهجان والسخرية إذ أن اختيار الإسم المناسب للإبن يعد حقاً من حقوقه وتعليمهم كذلك الصفات والأخلاق النبيلة وحثهم عليها وتعليمهم التمييز بين الصح والغلط وبين الخير والشر كذلك تعليمهم العقيدة السليمة والعبادات من صلاة وصيام منذ نعومة أظافرهم بشكل تدريجي حيث يبدأ الأطفال بتقليد الأبوين في حركات الصلاة والصيام لأن الإنسان كما يقال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر لأن الأبناء يقلدون آباءهم فيما يفعلون إن كان خيراً أم شرّاً والصيام لبعض أزاء النهار ويجب استخدام أسلوب الترهيب لا الترهيب الإنسان من يبغي أن يصح لأولاد دياله يحاول أنه يبسط لهم الأمور ويحببهم في الدين ويحببهم في العبادة مي على الممشي بدك الطريقة لتنفرهم من العبادة كذلك حسن الخلق أن يربيهم على الأخلاق الحسنة واحترام الصغير والكبير إلى غير ذلك من الأخلاق النبيلة كذلك الصراحة والوضوح والوفاء بالوعد تكلمنا عن الوفاء بالوعد يجب على الأبي أن يكون وأن يوفي وعده عندما يحاول من مرة الإنسان يقول لابن دياله إيه لا نجح تيغي أنشري لك مثلا مثلا بسكليطة أو غير ذلك ولكن منك ينجح ما كيفويش بالوعد دياله إذن شنو كذا نتظر أنك من ذاك الولد حتى هو غير يمشي على النهج اللي يمشي تعليه أنت كذلك الاستماع إلى حديثهم من يبغي يتكلم معك الولد أو البنت على غير ذلك فنستمع لهم ونتصنت لهم حتى يسألوا من التعيش بشي حاجة أخرى باش نحسهم بأنهم عندهم قيمة ونعطيهم الأمان كذلك تجنب المواجهات الحادة بين الوالدين أمامهم إذن من يتكون شي خصومة أو لا شي حاجة أو لا شي مشكل نحاول ما أمكن أننا نعالج الأمور بعيدة عن الأولاد علاش باش ما يتقدوش وما يعيشوش في ذاك المشاحنة اللي اتأثر عليهم نفسيا فالمشاكل دائما الإنسان يحاول ما أمكن أنه يحل بعيد عن الأولاد باش ما يتقدوش يقولنا نفسيا ف كانت مننا أني نكون وضحت لكم بعض النقاط وعطيتكم بعض الكلمات المفيدة والصراحة موضوع شيق وموضوع كبير وكبير جدا ولكن يجب على الإنسان أن يهتم بأولاده ويحاول قدر المستطاع أن يربيهم تربية حسنة تربية دينية لكي ينتفع ينتفع بها بعد موته فقلنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنهم ولد صالح يدعو له فأحبابي الكرام أكتفي بهذا القدر وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر